بسم الله الرحمن الرحيم يسر موكا أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة سبحانه ربنا رب العزة عما يصفون وسلامه على المسلمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله أجمعين انتهى بحمد الله تبارك وتعالى هذا الكتاب المبارك واستفر الميمون كتاب شرح السنة للإمام البغوي الشافعي رحمه الله تعالى الذي بدأناه بحمد الله تبارك وتعالى منذ نحو السبعة عشر عاما في عام الف وارمعمائة وسبعة عشر وهذا يعني من فضل الله عزة الله علينا أمد في أعمالنا حتى انتهى هذا الكتاب المبارك ونحن ننتهز الفرصة لكي نذكر الإخوة بأن هذه الكتب القيمة التي كانت علامات مميزة على طريق العلم من أهل العلم الأفاضل إنما تحتاج إلى موظمة وداومة ولو قلت ولو نصف ساعة في الأسبوع كما يعني دوامنا عليه في المدة الأخيرة يعني لو طلحت مدة الحبس وهي قريب من سنة فقد ماضت ستة عشر سنة على البدء في هذا الكتاب أو يعني على تدريس هذا الكتاب ندعو بالرحمة والمغفرة للشيخ خميس بن محمد بن حسنين وحروه الذين وقفوا هذا الكتاب على اسمه ما عندما أتي به أول مرة منذ عشرين سنة وانا ندعو بالرحمة لأخينا الشيخ حسن مروان واخينا محمد سالم رحمه الله الذين كانت إثنين من ستة بدأ بهم في الأسبوع كمان الكتاب دا كان أول ما بدأناه كان يوعد معايا فيه ستة فار بس أنه هو بتعامل مسجل مجلس لا؟ اه وكان هو اللي بيسجل في الأول خالص على تسجيل الدجرة صغيرة والسطوانة موجودة لمن شاء بقى من أول الكتاب إلى آخره تلتمية وحيطلعوا تلتمية وتسعة ساعة فسبحان الله البركة في الموظمة ونسأل الله عز وجل أن يجعل لهم الأجر كدهما قد رحل يعني عن الدنيا أنا مش فاكر الربعة التانين بس إنه كان من الآخر كان متفتحي كان واحد منهم هو مش حضر معنا الآن لكن هذا من فضل الله عز وجل علينا ولعلنا وإن شاء الله يكون هناك حفل في بشأن ختم هذا الكتاب لحف الإخوة على طلب العلم على الدوام وتأكيدا على أن الدعوة إلى الله إنما تقوم على العلم وأننا لا نترك قراءة كتب العلم إلى الممات إن شاء الله إلى طالما قدرنا على ذلك ولا نمنع منها إلا قهرا والله المستعد وأنا أؤكد على جميع إخواني أن يهتموا بنشر العلم في مساجدهم وفي حلقهم وفي بيوتهم وأن هذه البركة المستمرة في كتب السنة التي تنشر العلم في الحقيقة التي يعني يحافظ بها على السنة هذا الكتاب يعني هو أحد يعني الكتب الباقية لإمام البغوي بركة السنة فيها الإمام بنغلو تفسير ولو تقوله هذا الكتاب في شرح السنة وله يعني كتبه الأخرى فيه المذهب الشفعي وهو أحد مجتهد المذهب أصحاب المنزلة فيه ومع ذلك بدل كتابه أبقى هذه الكتب وكتاب التفسير له يختلف اختلافا كبيرا عن كتاب شرح السنة لنور حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبركته كتاب التفسير عنده لأنه ملأه كثيرا من الإسرائيليات فقل الانتفاع به بخلاف هذا الكتاب وعميق الاستدلال بأدلة الكتاب والسنة ويذكر كما رأيتم دائما الأدلة من الكتاب والسنة معا وفي نفس الوقت يذكر تخريج الأحاديث ولا شك أن الجهد الذي بدى له الأستاذ زهير الشويش وشعي من الأنقود لذهم الله خيرا عن تخريج هذا الكتاب على التصحيح والتضعيف كان جهدا مشكورا يعين طلاب العلم في كل وقت على ذلك والشرح المذكور يعني كل تعليقات اللي فيه متعلقة بالحديث والإضافات المذكورة من الكتب الأخرى هو من هذه الطبعة التي هي من تحقيق الأستاذ زهير الشويش وشعي من الأنقود جزاهم الله خيرا هي طبعة المكتب الإسلامي وهي أفضل الطبعة الموجودة لهذا الكتاب المبارك نمضي على هدي الصحابة والسلام خير القرون مكانة في الأمة نحن وإن قل اتباع وغيرنا من كل مبتدع يزيد الكمة